طيب السلام عليكم ان شاء الله عليكم ان شاء الله انتوا طيبين ان شاء الله هنشرح لله دي الليكتشر فايف من الليكتشر دي طويلة حبثين بس هي سهلة سهلة طويلة شوية يعني تعتقدت 80 سلايد فقال يوم مش عملها فيديو احنا سمها يعني بس هي زي ما تقول لكم هي سهلة بتتكلم على اغلب ما كده احنا عارفين عبدالله احنا هنتكلم على اي عمو من اصل في الليكتشر دي هنعرف ازاي ان احنا احنا ناخد الناحنا نقدر نفطار مايكوترول اللي احنا نشتعل عليه وعلى اي اساس اختاره وهنعرف نفهم يعني ايه كورتكس قرم وايه اصلا القرم ده ولانه هو حاجة اصلا بومنج الفترة دي بناس كبير او بتستخدمه ولازم برضو انت لو بتعامل في الامبيدل سيستمس بعارفها يعني وتبقى كي بوك مع الحاجات اللي موجودة اه بعد كده هنعرف ايه سيلكتور سولز او ان احنا ازاي اصلا بنقدر ان احنا نجيبي تشيبس معاينة ونشتري تشيبس معاينة لكن مش هتطول تروح بقى لكل واحد تقول انا عايزة تشيبها مش عارف ستاشر بيت ومش عارف الفيعة كم بالنائل عمو في شي كم ده تدخش عالنت تجيب سيلكتور تول على حصول انت هتشتري منين وبطول بقى ايه تفلتر الحاجات على اساس انت عايزي اه بعد كده هنخش بقى نتكلم على الاردوينو بتفاصيله بقى احنا عارف انا اتكلمنا عنه واصل الفترة اللي فاتت وكده بس ايه هنا بقى في الليكتور مش رح لك بقى كل حاجة اللي علاقة بالاردوينو وهتلاقي في اكزامبلز في الاخر كده ماشي طيب بسم الله رحنا رحنا رحين تعالوا ايه نبدأ كده الليكتور اول حاجة خلاص بيقول لك basis for selecting a mic controller انا على اي اساس هقدر ان اختار الايه على اي اس ads هقدر اختار الmicrocontroller بتاني فاول حاجة بيقول لك ايه بيقول لك do i need a microcontroller or a microprocessor احنا كنا اتكلمنا ابلي كده فارغ ما بين الميكروcontroller والميكروبورسيسور اقولنا الميكرو كونترولر ده بيبقى حاجة specific انت بتجيبه عشان تعمل تسكاية معينة بطسك معينة دي تبقى حاجة واحدة او حاجة سابتة ومفتنغيرش مع الوقت لكن المايكرو بروسسور لا هو general purpose فانت بيبقى اي حاجة هو بيقدر يعملها زي ايه زي اقولنا بعد كده البروسسور بتاع الكمبيوتر بتاعك هو يقدر يعمل calculations يقدر يفتخ برامج يقدر يشغل العاب يقدر يحسب يقدر يعمل حاجة كتير جدا لكن انت مثلا لو فكرت مثلا في المايكرو كنترولر في المروحة او في التكييف هتلاقي ان هو لا ما هو بعمل شغير حاجة واحدة او وظيفة واحدة بس ايه اصلا في المروحة انت بتدوس عليه فيبدأ يحرك المطور بتاع المروحة عشان ايه تبدأ تجيب هوا اه لو دوس عليك او مرة بيزود الصورة عشبهية بس لكن هي وظيفة واحدة لكن مثلا مثلا المروحة ما يقدرش يحسب لك حاجة مثلا ما يقدرش ان هو يعمل لك ايه اه تسقص مختلفة يعني طيب ده هو الفرن بين المايكرو كنترولر و المايكرو بروسسور فانت اول حاجة لما تيت تختار على حساب اللي تشغل عليه تبدأ بتشوف هل انا هحتاج مايكرو كنترولر و هل انا هحتاج مايكرو كنترولر زي ايه مسلا لان انت نفترض مسلا ان انت عايز تعمل alert system مسلا فالالرت system ده المفوض ان هو ايه اول لما يحصل مسلا حريقة او حاجة يوم جاي ايه يزمر اه لو يعني يعمل انزار او كده فده معناه ان انت محتاج مايكرو كنترولر ليه لان الوظيفة اللي انت تعمله هي وظيفة واحدة سبتة ومش هتغير مدى الحياة هو يفضل طول عمره اوه لما يحس بحريقة او مجاي مصمر طب افرد بقى ان انت قدام قررت ان هو لأ انا عايز ان انا لما اعمله دلوقتي يكون بيزمر بس قدام عايز هو سان يكون بيبعث ايميلات مسلا اه عشان يبعث ميل مسلا او يتصع الشرطة ويعمل ايه ان كان طيب حاجة زي كده انت محتاج ان هو يكون فيه قاملية ان هو يتطور وان هو يتحسن وان ان انت ممكن قدامتها تخليه يعمل كزا فمشناليتي مختلفة بس عايتها بقى انت مش تحتاج مايكرو كنترول انت هتحتاج مايكرو بيستسور لان انت هتحتاج ان انت تأقل من بتاعك ان هو يعمل حاجات تانية ايه اه مختلفة يعني يكون برضو خاطر بواحدة كده يعني يكون بيحصل فيه اكستنشن او ان هو يكون بيقدر ان ان انت تمده بحاجات كديدة وان برضو يعني ممكن نتفكر فيها اللي هو لو برضو حاجات دي ثابتة او حاجات مش هدو اتغير ممكن نحتاج مايكرو كنترول بس يعني يوجد ده ايه دي افهم مش اه دي الحاجات بقى ممكن لكون بعضه بتستخدمها يعني معهم اللي هو الان بورد واي فاي البلوتوث الفلاش ميموري بتاعك قد ايه انت محتاج قد ايه امبوت واؤوت والجرافيك يونيس وحاجات زي كده ودي بقى الايه الاس بي اي والاي سكور سي والي جرافيح اي من الحاجات الى زي كده اللى احنا ايه بنتستخدمها مع مايكرو كنترول ومايكرو بستوسور يعننا مش بعد كده برضو من حاجات اللي لازم تحمطها في حسابك واانت بتختار مايكرو كنترولر او مايكرو بستوسور الحجم بتاع البيتز بتاعك انا انت يعني الحجم بتاع البيتز اللي انت محتاجه في كل اه فكل حاجه. يعني مسلا 다�تا بوس يعني ايه. اصلا. مل 1080 bot بكل بساتة. tabox عموما معناها wires. فهي الويرز اللي بتوصل ما بين الديفيس عشان تاني العالت من خلالها الديف فهي دي معنى الديتابوس فانت محتاج الديتابوس بقى دي محتاج كم وير عشان يوصل الديتابوس ثمانية ولا 16 ولا 32 وهكذا رجستر سايز حجم الريجستر زيجوة الديفيس بتاعتك محتاجها ادي 16 32 اي 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 64 على حسب الريجستر سايز طبعا بيختلف المايكو كنترولر لان زي ما احنا عندنا اهي ارقام كبيرة جدا من المايكو كنترولر وكل microcontroller في versions كتير يعني مثلا الاردوينو بتاعنا ده تقريبا في 8 versions أو 9 versions أو حاجة زي كده فانت كل الاردوينو هتلاقي أو كل chip هتلاقي لها ايه multiple versions لانها بتساپورت size مختلف مثلا تلاقي مثلا بتساپورت مثلا 32 pin أو مثلا 16 أو تلاقي مثلا عما فيهم مثلا حاجة فيها 60 pin على خصف يعني ذا بيزاود لك ال input output مثلا انت تقدر تكمنيكات على حاجة output وهكذا بقى يعني الport size برضو الport size ده بيفيدنا في ايه بيفيدنا ان انت تقدر ان انت توصل على حاجات تانية اكتر عدد البنز اللي انت تقدر تستخدمها الادرس بوص الادرس بوص ده عباره عن ايه نقولنا بوص معناها wires فالوائرز بتتوصل بالميموري وتوصل بالايه وتوصل بالديفويسيز عليها غالبا بيبقى الـ CPU يعني أو البروسيسور بتاع الجهاز بتاعك فانت بتحاول انت توصل البروسيسور بالميموري فده الادرس بوص بها بيقول لك انت عندك كام ميموري لوكيشن تقدر تأكسسوه تمام فبرضو الادرس بوص من الحاجات اللي بتفري معاك الاسسيليتر فريكنسي البروسيسور بتاعك أو المايكرو كنترولر بتاعك شغال على فريكنسي عاملة ازاي كل لما الفريكنسي بتزيد كل طبعا ما انت حتاج مايكرو كنترولر أو مايكرو بروسيسور اقوى والعكس تمام وطبعا كل لما يبقى الفريكنسي اكبر كل لما هيبقى اغلى وهي كاسبة معناها حجم بتاع المايكرو كنترولر بتاعك عايزو يبقى دي طيب في حاجات تانية برضو مهمة جدا ان احنا خلي بالنا منها زي البروسيسور مثلا انت مثلا وانت بتعمل بتعمل معايا هتشوف هذا المسلا اللي انا عايزو يكون بيكون سيوم باقل اقل مسلا فساعتا انت هتفاج بيكون باقل باقل المسلا اللي انا هحتاجه ده يكون باقل باقل كونسومشن عالي فانا محتاج ان المايكرو بتاعي يكون بيقدر نواي يأفور ده الباتريز او السبلاي بتاعي بعمل ازاي واحدة كزا فما حاجات اللي انت رازم تتمي بها جدا الرام والروم حجم الميموريز بتوعتك عايزهم تبقى دي ال اي او بورت احنا ال اي او بورت هنا معناها عددهم عدد ال اي او بورت اللي موجودين فوقنا متكلم على الحجم بتاع ال بورت بتاعك احنا هنا بقى متكلم على عددهم احتاج كم بورت موجود عندك ال cost per unit او ال cost per southern per southern unit ده معناها ايه ده معناها انت مثلا لما تيجي تصنع ال chips دي اكيد مش تعمل واحدة بس اكيد انت هتحتاج ان انت تعمل كزا وقت فمحتاج تعرف التكلفة بتاع كل chip لما انت تطلعها هيكلف منك قد ايه وهتحتاج ان انت تصرف علي قد ايه وانت شغال mass production مش هتحتاجل per unit هتحتاجل per southern unit مثلا او per ten southern unit على عظم انت بتطلع ازاي فمحتاج ان انت تعرف السعر بتاعك هيبقى دي اه حاجة كمان مهمة جدا يعني مثلا عندنا في مصر مش كل ال chips متاحة فمحتاج تعرف availability بتاع بتاع chip اللي انت بتطلع عليها دي هالية موجودة اصلا هالية مش موجودة لو روح تلام هلاقيها ولا انخيلي هلاقيها ولا لأ او كده اه بعد كده برضو محتاج تعرف development platforms او instruction sets و simulator طب ايه بقى الكلام ده ال develop platform انت هت develop الكود بتاعك على ايه او هتكتب الكود بتاعك على ايه ومحتاج ده او انت تعرف instruction set architecture بتاع المايت اللي الشغال عليه عشان تعرف ايه الحاجات اللي انت او ايه اللي انت محتاج ان انت تكتبها عشان تقدر تبرمجه لان طبعا زي احنا عارفين ان ايه بروسسور هو لي instruction set معينة اي دي اللي هو بس بيقدر ينفزها فانت بحتاج تبقى عارفة عشان تقدر ان انت تشوف انت شغال ازاي واردو هل انت شغال سيسك والحاجات دي كلها اه طيب اه بعد كده برضو بيحتاج ان انت تعرف simulators والimulator طب ايه الفان من السيمulator والimulator بكل بساطة السيمulator هو بي simulate software environment بتاع ال application بتاعك فانت لو انت عندك يعني انت لو عندك simulator فانت السيمulator ده بيقول لك السوفتوير بتاعك هيشتغل ازاي لكن الimulator بقى بيميمك الhardware environment يعني بيشوف الhardware بتاعك هيتصرف ازاي وبرضو بيمولات يعني لما انت تحط السوفتوير المعين ده على اللي هيحصل وتصرفها يبقى عمل ازاي وكده تمام برضو هنا ده reference كده ويبسايت وتدخل تعريت يعني التفنى بين simulator الimulator ممكن انا بسيبه ايه في description كده واحد ازاي بقى يوصى عليه يعني اه طيب اخر حاجة بقى محتاج طبعا توصى عليها هي الايه الoperating environment هل انت هتشتغل على mobile environment ولا fix هنا mobile مش معناها mobile mobile هنا معناها حاجة متحركة يعني هل هو stable ولا هل هو بتعرض للشوكس ولا ولا شوكس ده معنا ان هو بيحصل له صدمات ولا لا يعني هل هو بيتخبط هل هو مسلا ساعة مسلا فراجل طول الوقت هو بيجري مسلا محتاج ان انت تخلي بالك وحاجات زي كده يعني temperature moisture temperature درجة الحرارة ومويس دي الرطوب ماشي طيب اه هنا برضو ايه لو احنا كده خلاص خلصنا على اي اساس انا بختار microcontroller بتاعي وازاي فرر بين كل microcontroller التاني هنا بقى الايه selector tools هنا بقى ثانية اوليكم ده حاجة تبقى live كده ده كان موقع كده كنت بتجيبته كان كان اسمه selector tool كنت بختار منها يعني بتاعي وكده يعني فانا بقى كان ايه هو ده selector tool بيبقى ورعا شوية properties انت على اساسها بتفلتر اللي انت عايز تجيبها يعني فانا مسلا ايه بيقول لك مسلا اختار cpu اللي انت عايز شعال عليه فمسلا اختار اشتغل المسلا او هتلاقي ان ايه هتلاقي ان هنا اللي بتتغير يعني وسلا افترضنا ان انا عايز مسلا ايه بتاعتي هو هتلاقي 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 بيجيب لك كده قيم الحاجة على 120 ميجا هيرت افترضنا ان انا عايز بتاعتي تبقى خمسونة وطلاش هتلاقي ان هو ايه ايه انا غير حاجات لو كبرنا شوية هتلاقي ايه في حاجات هنا بسان ما فيش حاجة في الرينج اللي انت عايز ما فيش حاجة من الرينج ميتاني عشرين خبس مئة وطنوش افهم وهكذا بقى هنا بقى طبعا شوية الحاجات اللي انت على الساب تختار اعايز يبقى ايه الريد كاونتر الرامات بتاعتك عايزها تبقى حجمها ايه ايه وهكذا ماشي فهي انت طبعا ايه وبعد كده تقوم جاية تبدأ بقى انت تطلب الشيف دي طبعا هنا لو دخلنا هتلاقي بيقولك عدد اللي موجودة في هنا ستة تقريبا وهكذا تبدأ بقى انت تشتريها وكده ماشي اا طيب بعد كده فده كان بالنسبة للجوز بتاع بعد كده بقى ايه تعال نتكلم على دي اللي كان عاملنا لغم سيلكون لابس طبعا فمي أصلي عن ايه عرم اصلا بس كل بساطة الارم هو processor بس an arm processor is one of a family of central processing units based on the reduced instruction sets computer architecture for computer processors arm limited the company behind the arm processor designs their core cpu components and license their intellectual property to partner organizations which then built arm based chips according to their or sell any chips directly يعني ايه الكلام الصعب ده ولا صعب على ايه حاجة بكل وساطة على راح التحية اول حاجة بيقول لك يعني يقول لك الارم ده هو عبارة عن واحد من ال processing units او واحد من ال الموجود طب هو مبني على ايه نعارفين ان احنا عندنا نوعين عندنا والريس والريس بتحتاج ان انت تكتب كل حاجة بنفسك حل طيب اه ماشي بيقول لك ايه بقى بيقول لك الناس اللي عملوا الارم ده او الاختراع شركة اسمها arm limited بيقول لك arm limited دي بقى بتعمل ايه بيقول لك هي الشركة اللي ور arm processor بعد كده هيك بتصمم الاساس او الاساسية لل CPU وبعد ما بتصمم بتعمل بتبدأ بقى هي طبعا حاجة زي كده بتبقى ملكية فكرية intellectual property يعني ملكية فكرية فهي بتبدأ ان هي طبعا تروح ترخص الملكية فكرية دي وبتبدأ انها بيحها لل تبدأ تديها ال كبيرة ال كبيرة دي تبدأ ايه بقى تاخد ده وتبدأ تبني عليه تبدأ تبني عليه بقى المشيب بتاعتها ماشي او الشركة اللي اسمها دي ما بتبيعش الحاجات بنفسها او ما بتصنعش حاجة بنفسها اه كل اللي هي عملته ان هي عملت بتاع البروسيسور بتاعتها واي حد عايز اي حد عايز ينفذ البروسيسور ده وعايز ينفذ ده لازم يروح ياخد منها هي بعد ما ياخد الشركة بقى اللي خدت هي تروح تتصرف تروح بقى تبني بتاعها تروح بتبيع المصنع عشان يصنعو وتبدأ تيبيهم اللي بتعملو ان هي بس ايه بتبيع بتبيع يعني ماشي يعني حاجة طيب اه بعد كده بس يعني فده برضو هتلاقي ايه ده برضو هتلاقي اللي انا كنت جايب منه يعني بتاع فممكن بوله ده بسي ولا حد عزي طيب تعال بقى نشوف ايه 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 مش معناها الدراعة وكده لا هي اختصار لأي ار ام لانه هم قسموا البروسيسورز بتوهم اللي هم بيطلعوها لتلات حاجات لتلاتة او تلاتة ايه اه لتلاتة اه او هيراريكس او فاميليز يعني اول فاميلي عندنا اللي هي الكورتكس ايه كورتكس ده ممكن تفتط يعني تفهموك انه جروب كده او ليفل او فاميلي يعني ماشي طيب اول كورتكس اللي هو الكورتكس ايه بيتكلم على ايه بيقولك ان يعني الكورتكس ده مميز بايه دي بقى الخيات اللي بيتميز كل كورتكس يعني فانا بيقولك الكورتكس ايه ده مميز انه هو بيتعامل مع السيستمز القوية جدا ومحتاج performance عالي زي ايه مسلا زي الاندرويد مسلا اللي موجودة على الموبايلات وكده اندرويد اي او اس او حال زي كده تمام طبعا ايه اس لأ الاندرويد اللي عندها عندهم المايكرو بروسسورز بتاعتهم يعني بهم اللي بيعملوها من نفسهم بس يعني ماشي اه طيب تانية التالية حاجة ودي من اكتر حاجة اللي بيتميز اصلا الكورتكس هي انه بتعامل مع يعني ايه اصلا يعني كده بحس ان كل بيبقى ايه بيران يعني ماشي فهنا انت تقدر تعمل وتبدأ انت تترن كتير جمع باط وانده بيصر على ايه ديفايس بداعك اه بعد كده بيقولك انه بيقدر نويتعامل مع الحاجات اللي لها ديها ايه زي ايه زي والمايكرو اس دي المايكرو اس دي ده كان كده ماشي بيقدر يتعامل مع الويس بي والاون بور واي فاي وحاجات زي كده ماشي ده بالنسبة لكورتيكس ايه فبعا لو حد حابي يرى اكتر يخش الموضوع يعني مفتوح ويه وسهل اه تاني حاجة او تاني عندنا الكورتيكس ر ليه لانه بيتعامل فهي جات من هنا ر طب يعني ايه بقى بيقولك بكل بساطة المايكرو بروسيسور ده معمول اللي فوق كان برضو بس ده بكل موساطة هو بيقدر ان هو في اوقات الانسان يقدر يحس ان هي اوقات منطقية اوقات بشرية يعني انت بتقدر ان انت تحس بيها في ثواني دقايق ايه انت فعلا بتقدر ان انت حاجات زي كده بتبقى طبعا ما بنتعاملش مع داتة كبيرة لان هي محتاجت فبيبقى الداتة بتاعتها مش كتير قوي بس بتبدأ ايه بتبقى حاجات مهمة زي ايه مثلا زي مثلا زي مثلا الارباج دي طبعا فيه سنسور موجود اول اما العواية بتخبط بيوم جاي لازم طبعا يرسبونس بسرعة جدا عشان يقدر ان هو يطلق على الارباج في وش السائق فمحيس انه ما حصلوش ضرر كبير يعني نفس الكلام انت لو عندك لو انت سائق عربية مثلا شغالة الكهرباء وكده فانت مفهود ان ضغطة الفرامل الصغيرة اللي انت بتحملها مفهود ان هي بتقدي ان يكون فيه فرصة جديرة تبدأ توقف العربية دي فطبعا الكلام ده برضو محتاج يحصل طويل ما ينفعش ان انا ادوس على الفرامل توقض مسلا خمس ست ثواني علامة ترسبونس علي ترسبونس علي ساعدة البنياء ده ممكن يحصل له حاجة او حادسة لقدر الله برضو اللي هو تنظيم وكده وكده حاجات اللي والبلوراي ده كان حاجة شبه ديجتال كده يعني حاجة شبه كده كان بيخزنه على الداتا اه ماشي ده بالنسبة الكورتكس آري احنا عارفنا كورتكس آر هو جاي من ودي حاجة بسرعة كده في قط البشر ويبتبع حاجة ام بتاخدش داتا كبيرية كتيرة ام بتاخدش مع داتا ام بتاخدش مع داتا كبيرة يعني ايرباكس مسلا بريكت اخر بقى لبل معنا وهو ده اللي مستخدم في الحاجات اللي ليه علاقة بالميكرو كونترولر الصغيرة والبسيطة يعني ده بيقى مسلا ايه الكورتكس ام ام بتا جاي ميكرو كونترولر تمام اللي فوق ده كان ميكرو برسيسور بقى كورتكس ميكرو برسيسور انما انا كورتكس او البرد ميكرو برسيسور من اهم بقى المميزات الكورتكس ام ده انه دي مش حاجة مميزة اللي هو يعني حاجة حاجة كويسة مميزة دي انه حاجة بتفرغه عن بقى الكورتكس يعني ماشي فهو ده معنا ان انت البرنواج بتاعك دايما بيشتغل ودايما بيبقى اصحب ان انت ايه ان انت تعمل يعني لان انت بحتاجت حاجة بيديك تمام الا بقى لو انت استخدم او حاجة كده بحيث انها يبقى هو اللي بيزبط لك الدنيا ماشي او بيميمك انها شغال في برر لكنها ماشي بعد كده بيبقى عليه وال وكده قبل كده اتكلمنا عنه ده اللي هو وال ماشي ماشي يجب يقولك الكود بتاعك لازم هو كل 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 طيب ده كان ايه انترو كده سريع عن ايه معنى ايه هو وازم ان احنا نقدر بتاعتنا وعلى اسس ما نختار ها تعالى ما نبدأ نتكلم عن الاردوينو ماشي اا بكل بكل مساطة اول حاجة هنا بيقولك ليه نختار الاردوينو تمام نختار الاردوينو بكل مساطة لانه هو اول حاجة لو انت شخص فهو على الماك وتقدر تستخدمها على الانوكس والسي بي والبي سي واللي اللي هو الويندوز يعني طيب اه برضو ده معنى انت بتقدر ان انت تستخدم لغات يعني لحد ما ممكن تكون بتقدر بتستخدمها مش مثلا انت بتستخدم السي ماشي لحد ما وحاجة يعني الناس بتقدر بتستخدم وتكتب بيه وسي بلس 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 برضي اه طيب هو يعني هو حاجة الناس كلها بتقدر يعني ده معنى ان احد بقدر فيه اه موجود ومتاح لكل الناس مش حاجة معنى انت بحتاج تشتري مسلا اي دي معنى عشان تقدر تتعامل عليه طيب كده ان هو اصلا ليه كبيرة فالناس كتير قوي عملت عليه فايه هتلاقي ان انت رحتاج حاجة او بتعايز تصيرش على حاجة اه اردوينو احنا هتتكلم عليها ان شاء الله في اللي جاي يعني بكل الوساطة دي بتبقى زي كده بتحطها فوق بعضها هو بيقل لان هو قصلا بيبقى ان انت تقدر تحط ايه في بنز معانا فالبنز دي تقدر تركب فوقها بنز وتقدر تركب فوق على البنز دي وهكذا ماشي اخر حاجة خالص ده عشان احنا اصلا نستخدم ه عندنا في اللابات بتاعتنا طيب اه ده معانا الاشيالد ده اللي كنت تقول لك عليه ان انت الاردوينو اونو ده اللي هو اللي تحت خالص تقدر انت تخط فوق فانت كده عملت لير جديدة فانت قدرت انت تعمل وبعد كده فوق الشيالد تده تتخط ايه جديدة وعيكاز يعني هو ده معانا الاشيالد يعني انت بتقدر تخط او كسكايد او ايه فوق بعض طيب اه في عندي انا بقى شيد كديرة ممكن نستخدمها زي دي معناها دي بتبقى كاميرا صغيرة كده تقدر تخط على الاردوينو بتاع عشان عايز تتعامل مع او كده اه جي بي اس تقدر تتعامل معه عشان عايز تبع حاجات وكده دي بتبقى حاجة عشان بيشتغل زاوية بتاعتك وحكذا بقى يعني حاجات كده تقدر تخطها فوق يعني اخر حاجة ده بيبقى بكل بساطة هو عبارة عن يعني هو عبارة نسويتش كده بيشتغل بالكهرباء تمام بيبقى يعني انت بيبقى مدخلات عدد مدخلات معين يعني بتحكم في شوية ايه بتحكم برضو في شوية بكل بساطة هدفه او فكرته ان انت لما يكون عندك او او يعني دي انت عايز تحكم فيها بسيجنال صغيرة زي ايه مسلا حاجة لو انت مش فاهمة او مش متخيلها زي بكل بساطة التكيف مسلا لو فكرت في التكيف هو انت بكل بساطة بتدوس على زرار الاون مسلا فتلاقي التكيف بدأ يشغل ماتور برا والمروحة بتاعت التكيف الخارجي وتلاقي ان الاصلا المراحل برا دي مسلا بتشتغل مئنتين وعشرين فالزي ان انت قدرت بتاكد زرار واحدة ان انت تحول السيجنال اللي انت بعدتها للتكيف من انت تشغل حاجة بتستخدم متين وعشرين فولت هو دي فايدة الريلي بكل بساطة بياخد السيجنال اللي انت خدتها دي اللي هو اصلا مكون من كويل كده عبر عن كويل فهو بيستخدم فكرة اللي انت لما بتدوس على السيجنال السيجنال دي بتخش جوه فبتعمل ايه بتأدي الانه بييحصل elektromagnetic field elektromagnetic field ده بيأدي الى وجود طيار الكهرابي الطيار الكهرابي ده بكل بساطة بيكون في مثلا زي المتال ده اول لما الطيار الكهرابي ده يحصل يأدي الى وجود مجال مغناطيسي فلما يحصل مجال مغناطيسي ومجاي شادد ده فالسويتش ده وجاء في السيركت السيركيت بقى دي مفهود انها بتوصلها باوتسورس باور الاوتسورس باور ده مسا ما يكون مرسا عن ايه متين وعشين فولت او يا حاج فاول لما المتين وعشين فولت دي تلاقي ان السيركيت افد وماشيها كارن فالكارن ده يقوم جاي ايه مش عغل البتاع اللي برا فها دي فايدة الريلية انت يكون عندك فولت صغير بتنضربين انت ايه تجيب فولت اكبر يعني ماشي برضو هنا ايه ماشي بعد كده بقى نتعال نتكلم على الكونستركشن زينا عندنا ايه عندنا نوعين عندنا نوعين من الاتميجا ده طبعا بيبقى الحسب انت شغالها لانه اردوينو فهنا بس لان ده القاد فلات ده اللي هو الاتشيب هتلاقيه موجودين موجودة فليكشور رانو في ستايت تلاتين يعني ده بيما ما بتحطى على الاردوينو نانو النواة ده هتلاقيه الدي اي بي الدي اي بي ده بيبقى ورضو هو نفس يعني هو نفس الاتميجا 328 بس هي طبعا فرق الباكيتيين shining انت حقبته ازا abajo؟ اه فى ايه? فهده ده dio اي بي وده qfp ده اللي هو الديو الاب اي شو فاكر كان الديو ال اي اردوna انتظر ان هو اللي اي بس اق طلع اي بي يعني ممكن ارىهو لكو بردو ده dio ااي بي ده اللي هو الديو الاسن وده اللي ايه? الqfp.. ده اللي هو الديو الاد باكيج طيب طيب. هنا بقى الاتميجا الول Squad Flat Chip. هنا بكل مصطه بيقولك يعني ده شكل عامل ازاي. فالفوق دي اللي هي ال Penz بتاعته اللي هم ال Penad اللي هي علمت شايفينها دي. كل واحدة هتلافي ثمانية. فعنا بسان فوق قتلاقي الاربعة وهنا الاحال التانية اربعة وهنا نفس الكلام اربعة حتلاقي الان بحت اربعة وهكذا. وجوا بعدها الى ديbit بتاعتك. يعني هي دي الاشكال الى ال students بتاعتك يعني. ماشي? آآ مش. طيب. آآ هنا بعد كده بقى ايه بي ده الاردوينو نانو اللي فوق ده وده الاردوينو اونو. هنا ده الاردوينو الاصل يعني هتلاقي معمول في ايطاليا. ده موجود في ايطاليا التاني بقى اصلاح حاجة بايزة او مش بايزة. هتلاقي انه في كي حاجات تقليد ليه فهتلاقي معمولة في الصينو وكده يعني. بمشي فرق رهيب يعني الفرق كله بيقصد ترتيب الحاجات بس على الشاب. طبعا بتعلمنا عدي بسرعة كده احنا اتكلمنا في عدي قبل كده بستعلم عندي علاج بسرعة كده. اول حاجة طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا كايب عدنا تلاتاشر ديجتال بن. ماشي? آآ زير وواحد دول بيبقوا سيريال اوت سيريال اين. نمام? آآ بعد كده عندنا من اتنين لتلاتاشر دول او ديجتال او كوبنز وبعد كده ايه? بعد كده عندنا البن اللي فوق دي بتبقى جراوند بن. واللي بعد كده البن اللي فوق دي بتبقى ايه بين. يعني ايه يعني ايه يعني احنوة ايه اعنوغ ريفرنز عنوغ لتari كده. لاللcond. يعني هو طبعا مش مشarıة بس هو يعني اخوان كده ايه. تمام? بعد كده عندنا ايه? بعد كده عندنا زرطي ريست بوتون. ده بدآك اخلي لو احنا عايزين ابدأ خلي الله كود يبدأ من او لأول خالص نرجع ال اي في الاول خالص آآ بعد كده عندنا this button. ده ببقى بكل الواحدة بتوصله بتوصل على this button. عشان تقدر ان انتётсяه الكون بتاعك عليه. اه بعد كده عندنا هنا لقيق ات ميجا ستاشر يو ميرو كنترولره انا لدينا ستاشر يو ده بيبقى مسؤول انه هو ياخذ الكود اللي جاي من اليو وبيبق Pilje كده، ما بين اليو اس بي+. الكومبيوتر يو اس بي والمين بروسسور بتاعنا اللي هو الات ميجا تثنية تمانية وعشرين ده. بعشي لانه مى يدروش انه يعمدلوا كل حاجة على الات ميجا تثنية تمانية وعشرين فقرار وانهم يحطوا مايكرو كنترولر بيتعامل مع الحيطة دي. ويتميك سنس لان مايكرو كنترولر قلنا ان هو حاجة بتأدي وظيفة معينة فدي بقى وظيفة الوحيدة بتاعت الايه? بتاعت الستاشر يو ده ان هو بياخد بياخد الداتة اللي جاية من ويتعامل عليها ويبعتها الايه? وبعتها لات ميجات افتمان واني واشنين. اه ماشي بعد كده عندنا هنا ده بكل بس طبيب او وظيفته ان انت لو عندك طبعا عندك هنا اكسترنا سابلاي فالكسترنا سابلاي ده بيبقى انت هو كد تدخلو فولت عالي شوية احسن ان انت الفولت اعلى شوية او يقل شوية. فالهدف بقى بتاع الفولت ده ان انت لو دخل عندك فولت اعلى من بتقدر تستحملوه او بتقريبا بتستحمل خمسة فولت حاجة كده يعني. فلو هي دخل لها فولت اكبر من الفولت اللي هي بتقدر تستحمله. اه هو ده المفهود ان هو يعمل من الموضوع ده. بعد كان عندنا تحت ال ايه? بعد كده عندنا ايه بقى دي? بكل بساطة انت لو حطيت وغالبا مش تقدر ان انت توصر بوتن. فهنا البن دي مسؤولة ان هي تعمل للايه? للجهاز برضو. عن طريق السيجنلز اللي بتجلى من هنا ايه. بعد كده هنا ثري بوينت ثري اه فولت لو انت عايز دخل ثري بوينت ثري فولت. اه وهنا خمسة فولت اللي انت مفوت برضو ايه اه بتاعة يعني. وهنا بقى ده اه بتاعتك. اه هنا بتطلع بالدخل اه. اه بعد كده عندنا الايه? ده اللي هو لو انت عايز دخل بقى فولت للاردوينو نفسه. وعد كده عندنا ايه ناستة دول هما بيبقوا. المفروض الانالوج ايه? يعني الانالوج نحنا قولنا قبل كده ان الاردوينو جواه اه ديجتال توانالوج كونفيرتر بس مفروش العكس. يعني هو مفروش بس هو في دي اي سي. لا هو مفروش دي اي سي هو في اي دي سي. يعني هو بياخد بياخد الانالوج سيجنال يحولها الديجتال. لكن مفروش الداك. ماشي? اه طيب. بعد كده ده طبعا الايه? ده طبعا اهم حاجة ما يوجود عندنا على الاردوينو اللي هو الايه? الات ميجا 228 بي ده اللي هو مايك كنترولر اللي احنا مش عال عليه. ماشي? بعد كده عندنا اي سي اس بي دول اللي هما بيخلوا الاردوينو نقدر ان احنا نبرمجه من غير ما نقض نشيل. يعني انا غير ما نقض نشيل الات ميجا ونعمل لها وكده اللي احنا بنقدر ان احنا نبرمجها في مكان. ماشي? ده بيبقى عن طريق الاي سي اس بي. دي بيبقى اختصار لي مش عارف اه مش فاكر. وسيها اي سي اس بي دي مش فاكر كانت. مهم يعني. ماشي بعد كده انا بقى فيه عندنا ده شوية لدز. التي اكس ار اكس دي بتنور لما يكون بيحصل. آآ وهنا الان لد دي دي بتبقى عبارة عن الاداية بتنديكيت ان الايه بتنديكيت ان الايه بتنديكيت ان هنا بردو ده الاي سي اس بي للات ميجا ستتاشر يوتو. هنا الاي سي اس بي بتاع التمية تمانية عشرين. ماشي? طيب. آآ ده نفس الشيب بالزبط بس مختلف بقى ايه الترتيب بتاعتها. تعريبا دي ميدان شاينة تقريبا وهي دي اللي بتعبوضها غريبا في مصر يعني. آآ ماشي? تعال بقى نبدأ ايه? نتكلم تفاصيل اكتر كده عن الاردوين. اول حاجة عندنا اللي هي اختصارة جي بي ايو. دي بكل بساطة لها البيز بتاعك. اللي هي كل البيز اللي محبوضة. دي بMusee بنيقدر ان احنا نستخدمها كناتج İmpot عเรيو everyday. وكل بين بن بنيقدر استخدمها لوحدها يعني مفيش بين مسلا مش عشر يستخدم بين تهلطوداشا مسلا لازم عاصلين بين اتناشع. لا كل بين ي이지نا بنفسها. آآ بعد كده برضه عندنا الانالوج بينز او نضع إي Vilso investimento هون المعضهم يعني الانالوج نحنا نستخدمون كانالوج بينز و نضعها有一س أو نيميوليتن bushнаك بتطلع an trouver signal بس احنا قرندي ما بنطلعش على 환thought Australian signal احنا تعطي عن فايش شكلهاợل ايه? شكل الانالوج يعني انت حسف بكل مساحة ممكن تطلع anある oxygen بالشكل ده كده فتفترق ال Kabul by the Julian kommer in testificationолж, بالشكل ده فتحس ان هي analog'S. هيا actually هي مش عادية ولا حي. هي di Sean عادي بس احنا عاملنا البطORY معان. لان الانالوج المفروض تبع حاجة عاملة كده. انت نعم عايز الحاجة بادي فالمفروض ان تحادتي هو حاجة عاملة كل بتاخد جول القيامة الموجودة. لكن احنا لو ما نقدرش ان احنا نعمل كده عشان ما عندناش فاحنا من ايه؟ ده عن طريق ان احنا بنساعد روحها اسمع البي دابري ام. والبي دابري ام دي حاجة نتكلم على قدام. بس هي فكرتها بكل بساطة يعني ان انت بتروح على على بين معينة تستخدم الوقت بقى. فتخط مثلا لفترة زمنية معينة. بعد كده تحط زيرو لفترة زمنية معينة. فضبعا كل ما بتزود بتاع الان كل لما بتحس ان انت واخد وقت او ما انت بتقرب ان انت تكون واحد قوي. اه وطبعا كل ما بتزود نفس الكلام بتحس انت زيرو. في الفكرة بقى كلها ان انت ازاي توضموا تو捷 الوقت? ده بحاس ان انت مسلا تـ مثلا انت ايه? طبعا انت بتطول تتنور وتطفي. يعني شغل وتطفي شغل وتطفي وتطفي فاللي بيحصل ايه? ان انت بتاخد او عين البشر او الو ايه بتحس ان ان انت لكنك بتاخد الما66 او انت مسلا لو بتشغل الوان مسلا نص ثانية وتطفيقها نص ثانية. كده انت غالوا بختم شغال اتنين ونص فولت كمام? لان انت بتشغال نص سايكل بتاع Pitts شغال اتنين ونص ثانية. والله عازي خمس يعني نص ثانية شغالة ونص ثانية�에서 الشغالة. فلو كدنا على وقت سويل هتجد ان انت شغال ايه نص نص يعني? فهذه دي الفكرة بتحسب الوقت اللي انت عدتشغل عليه وكلا منتزود الوقت بتاعة الواحد كل اما بتقدر تتوصل اكبر يعني. اه طيب البنز دي بتبع موجودة فين? بتبع موجودة على البنز من تلاتة لحد احداشر. هتلاقي جمعها دايما مع علامة التلدة كده. يعني لو رجعنا هنا بص هتلاقي ايه? اه هنا مسلا عشرة اتداشر اه ستة وخمسة وتلاتة و ايه تاني. وبس كده. هما دول البنز تقريبا اللي عندنا شغالين على احنا وزره. سينا هتلاقي تلاتة وخمسة وستة وتسوى عشر احداشر. تلاتة ماشي تلاتة ايه? وخمسة وستة جمعهم علامة التلدة ايه مش عارف ايه مش باينة عشان فطل احمر بس انتراه وركز. هتلاقي ان هنا في ايه? في شرطة كده انا بطة بالازرة يعني حاجة اوخش بس ما علينا. اه المهم يعني انت هتلاقي ركزها هتلاقي ان ايه جمعهم علامة التلدة اللي انا مش هقولك عليها. ماشي? طيب. ايه داني? اه بعد كده عندنا بقى الانالوج اللي هم منزلوا الخمسة هتلاقيهم اللي هم تحت دول. ماشي? هم دول من نتعامل معهم عليك. نهم الانالوج انبوت يعني. ناخد الانالوج ماشي? طيب. ايه الاسقورة سي والتيو دابليو دا اي دي كان الدكتور قاله ان ايس كده بعد لقاتي وهيتكلم عليها قدام. فساعدة انا بيجي بان انا بنتكلم عليها. الاسبي اي دا اللي هو الاسبي اي دا اللي احنا قلنا نتكلم عليها كأنه مستر واسليبز وكده وقدنا خدنا علامة عليها اصلا يعني. ماشي? اه هنا بقى برضو افش حاجة ديد احنا الكلام دا كنا نتكلم عليها قبل كده دا 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 جرام كده اللي عرضي نقونه والتيو ماشي ازاي? وكل بين من عمر عنا ازاي? وازاي ان احنا اصلا بربطنا بالقاتمية يعني. فا يو كان لوقاتي يعني. شي برضو انا هاسكب الكلام دا لان احنا نتكلم فيه قبل كده. اه ماشي ممكن نوقف لحد دي انا في الفيديو ده ونكمل في الفيديو زي اللي جاية ان شاء الله. شكرا يا شابنة.